اشتركوا في القناة طبعاً، واحدة من الأساسيات هندسة الإلهام أنه يتزود قدرتنا على الانتقال من مفاهيم الاعتماد على الموارد الخارجية التي تقوم على التحفيز إلى الاعتماد على الموارد الداخلية والأصول الداخلية والاعتماد على نماذج الأعمال المستقلة في اقتصاد الإلهام طبعاً، هذا ما يتم إلا من خلال ممارسات هندسة الإلهام التي تعزز قدرتنا على الاعتماد على الموارد الداخلية هناك مفاتيح إخواني خواتي في مراحل هندسة الإلهام فإحنا دائما نبدأ في مرحلة ما يسمى الكوديفيكيشن أو مرحلة الترميز هذه المرحلة مهمة جدا لأن من خلالها نبدأ نعرف قدرتنا على أن نصنع منهجية تقوم على تقديم الأدوات وترميزها بحيث تكون مساهمة في صناعة المرحلة الأولى من التفكر وهي مرحلة جمع الملاحظات في هذه المرحلة نحن يفترض أن نصل إلى مراحل متقدمة من مرحلة الالتزام نحو الهدف الكبير أو مرحلة التصور التي نعمل عليه بعد مرحلة الكوديفيكيشن نحن نصل إلى مرحلة التصنيف وهي مرحلة الكلاسيفيكيشن وهذه المرحلة هي تعمل على مرحلة التبصر التي فيها التعليل والتعليل والتعلم في هذه المرحلة أيضاً سوف تزيد عندنا الرغبة والشغف لكي نحقق ما نبتغيه في التصور ثم تأتي مرحلة التدبر وهي المرحلة الاستنتاج والانطباعات وفي هذه المرحلة نحن نقوم على تحديد دقيق لتمييز ما نريد أن نحققه بالمقارنة بالتصور الذي تم بناء عليه طبعاً في هذه المرحلة أيضاً نحن نستطيع نقول أن تصل المؤسسات أو المجتمعات إلى الذكاء الاستباقي في مرحلة التصنيف نحن نصل إلى مرحلة التنبؤ في بداية مرحلة الترميز نحن نصل إلى مرحلة الذكاء التقديري يعني 50-50 تقريباً نسبة الإصابة في هذه المرحلة نحن نصل نسبة الإصابة عندنا 70 تقريباً من 100 في هذه المرحلة تقريباً تصل إلى 90% نسبة الإصابة أي من عشر محاولات تسعة منهم تكون هي صحيحة سواء تغيير مجتمع أو في استدامة المجتمع بشكل عام أو بآخر وبالتالي احنا نستطيع نقول أن لكي ننتقل إلى هذه المراحل نحتاج دائما إلى ممارسات تقوم على المشاركة التشاورية ثم المشاركة الإلزامية يسموها involvement ثم engagement ثم synergy، synergy معنات المشاركة التآذرية إن كل واحد يرفع وواحد يكبس وواحد يرفع وواحد يكبس ففي نوع من السمفني وهذه يؤدي إلى مرحلة متقدمة في التدبر دائما عندنا في القرآن تفكر وتبصر تدبر صح؟ فإحنا مهم جدا يكون عندنا نصل إلى مرحلة التدبر من خلال قدرتنا على حل المشكلات والاستنتاج وأيضا أخذ الانطباعات من خلال المحاولات التي مرينا فيها فبعد مرحلة جمع الملاحظات والتحليل والتعليل والتعلم ونصل إلى مرحلة الاستنتاج ونصل إلى مرحلة الحل الأنسب لمثلا صناعة الأثر المستهدف هدف هندسة الإلهام هو أنها تقوم على قيمة الشعور بالآخر قيمة الامبثاتيك انجينيرين وهو هندسة الإحساس بالآخر أيضا فإحنا نستطيع أن نقول أن الجنب بين مهارات وأدوات الاقتصادات الثلاثة اقتصاد الإلهام الذي يقوم على صناعة استكشاف الفرص من خلال الملاحظة وأيضا اقتصاد التكيف والمرونة الذي يقوم على صناعة الاستدامة من خلال استعادة جاهزية ممكنات وحقائق الحياة وأيضا اقتصاد الشباب الذي يقوم على صناعة الروح والطاقة والمبادرة والفضولية الهادفة والعلمية المحققة للإبداع والرياضة هذه الاقتصادات الثلاثة بعدواتها تصنع لنا ما هو استهدفه من هندسة قيمة الشعور بالآخر فإحنا لو بدأنا في المعرفة الأساسية التي سوف نجمعها من خلال الملاحظة ومن خلال الترميز والتصنيف سوف نصل إلى مرحلة التحديد الدقيق للموارسات والتحديات التي نريد أن نأخذها بشكل مستمر هذا سيجعلنا نبني دائرة الإلهام الإدراقي وأيضا دائرة التعلم والمستمر وتجعلنا أيضا نبني المعرفة التطبيقية فمن خلال مرة ثانية المارسات والفضولية الهادفة نصل إلى مرحلة المعرفة التطبيقية وهي مرحلة الإدراك والإدراك أخواني وخواتي معناة القدرة على وضع المفاهيم ووضع التطبيق نستطيع في هذه المرحلة أن نحل مشاكل معقدة ونستطيع أن نقيم في الحقيقة أين نحن بالمقارنة بالأثر وهذا ما يحرك لدينا في هذه المرحلة التحرك نحو الأحاسيس التي تستكشف من خلالها قدراتنا الابداعية والابتكارية نبني قدرات النظر البعيدة من خلال استراتيجيات إدارة الموارد والتواصل مع الناس أو بالجتمع المستهدف وأيضا نساهم في إدارة الأزمات بشكل سليم وأقوى هذا يتأتى من خلال ما ذكرنا أن نموذجنا نموذج العمل مالنا أنه مرتبط أن بعد ما ننزل ميدان نعمل تبحاث كما ذكرنا ونصل إلى تطبيقات التي ذكرناها في هندسة الإلهام إذن التميز في صناعة هندسة الإلهام في المجتمعات يقوم على التأثير على المجتمع وهذا معناته أن نحتاج أن نستكشف قدرتنا على تطوير مجتمعاتنا هذا ما يتأتى إلا من خلال القدرة على الإلهام الذي يصنع النجاح الذاتي أولا النجاح لهؤلاء المجموعة المستهدفة أو المجتمع المستهدف ثم بعدين نعمم التجربة وهذا يتطلب أن يكون عندنا مجموعة من الأفكار التي تأتي منهجية تفكير اقتصاد الإلهام و هندسة الإلهام طرق التعلم السيكولوجية التي هي تقوم على التعلم من خلال الممارسة والتعلم من خلال الاستكشاف وصناعة القرارات المهمة للحياة أو للمجتمع المستهدف أو في المختبر وعادة بناء التوجه من جديد هذا كله إذا ارتبط مع بعض البعض لا شك أن يصنع التأثير على المجتمع من خلال المختبرات والنماذج الناجحة في هذه المختبرات إذن كما ذكرنا نحتاج في هذه المرحلة مقياس النظج في الإلهام و هندسة الإلهام تساعدنا نحن نبني هذه المقاييس و النظف في إدارة التغيير و الثقة كوسيلة لهدث الإلهام و أيضا التحول من النمو إلى التنمية و التطوير و أيضا يكون في عندنا نوع من المرونة في مراحل التطبيق هذا ما يبني النمرة ثانية النقاط الأربعة التي ذكرناها سابقا التأثير في الإقصال الاجتماعي و العقلية الملهمة و عملة الإلهام و التعلمة للحياة للتصنع الأثر في النهاية المستهدف إذن إحنا من خلال استكشافنا في البداية لمصادر مكنات الإلهام من خلال الملاحظة و الترميز نستطيع أن نبني قدرة على التصور الأولي ثم نبني النوع من العدم الخوف من التكرار والفشل والمحاولة و نصنع أفراد ومؤسسات ملهمة بالهدف أو نحو المجتمع المستهدف و نصنع المجتمع الملهم الذي يلهم مجتمعات أخرى وبالتالي نستطيع أن ننتقل من مرحلة تفكير مختلف عن الآخرين إلى مرحلة قبول التحدي إلى مرحلة بناء روح ملءها الإصرار إلى مرحلة بناء روح مرنة و هذا لا يتأتى من خلال تحول في القدرة على تصور الأفكار و بحسب منهجية التفكير الجديدة من فتاح للتعلم من الخبرات و إدارة للذات نحو الهدف المطلوب و هذا طبعا يصنع لنا قدرة على رؤية الصورة الكبرى المستهدف فالنسبة الإلهام إذن هي الرابط الحقيقي بين مرحلة النية و ماذا نريد أن نعمل في هذا المشروع في هذا المجتمع في هذه المشكلة في هذا التصور في هذا الاستشراف و التصور المستهدف الرغط بناتهم هو المسار هذا المسار كله نحو التصور هو هندسة الإلهام وبالتالي يصلع لنا أكثر خيال و قدرة غير مقيد و متى ما استطعنا نبني الصورة الكبرى نستطيع مع الوقت أن يكون عندنا قدرة متكررة على التصور غير المقيد بثقافة الخوف تصور دائما يعني يتعامل مع المألوف بطريقة غير مألوفة يسعى أن يحقق نتيجة أكبر وأثر أكبر على مستوى الحياة والمجتمع وبالتالي يؤدي إلى نضوج تجاربنا و نشرنا لعملة اقتصاد الإلهام المتقدم دائما نقول أن هندسة الإلهام تقوم على الإفاة بحاجة المستفدين و ليس ما يطلبونه دائما نعطهم ما يحتاجون و ليس ما يريدون لأن ما يريدون قد لا يكون هو المناسب لهم مثل الطبيب الطبيب قد ما يعطيك أنت ما تحتاج ما تريد الآن أكي يعطيك ما تحتاج الآن و نسميه هذا في مفهومنا يعني مرة ثانية الفهم لما يحتاجه المتعامل أو المستفيد أو المجتمع المستهدف و ليس ما يرغبه المجتمع المستهدف وبالتالي نحتاج أن نتذكر أن ما يميز مختبرات الإلهام ليس الوقف عند رغبة المتعاملين والمعنيين أو مجتمع المستهدف فحسب وما يريد بل ما يحتاجه فنحن في صدد هنا الشعور الكل بالمستفيد وموازنة كل ما يتوقعه وليس بما يرغبه يعني اليوم لما تتعامل أنت مع الفقراء ولا المهاجرين ولا اللاجئين ولا مجتمع ما بعد الحرب ولا مجتمع ما بعد الأزمات أنت تستشرف المستقبل أنت لا تعطي الناس ما يرغبون به هاي دورك في المختبر أنت كخبير مختبر خبير اقتصال الإلهام أنت دورك في النهاية أن أنت تعمل على أن تستكشف ما يحتاج هؤلاء الناس وتحاول أن تقنعهم بما يحتاجونه وليس تفي بما يرغبونه أنت ليس ما يطلبه المستمعون ولكن احنا جئنا لتغيير مجتمعات جئنا لتحقيق الأهداف أكبر جئنا لتطوير مجتمعات وفي هندسة الإلهام يتم التطبيق الفعلي لمفهوم التعاطف والشعور بالآخر وليس العطف على الآخر يعني دائما لازم نفكر بمتفكير نسميه دائما empathy وليس sympathy دائما الإحساس بالآخر وليس كأن العطف على الآخر فقط العطف مهم ونحن كمسلمي ونحن كمسلمي مشكلتنا العطف يسيطر علينا بدل ما يكون فيه توازن بين الإحساس في الآخر وأيضا العطف العطف أنه تحتاج مرحلة آنية الإحساس بالآخر أنك تعمل ما سوى بعيد المدى لكي تحل مشكلة بحيث أنه ما تتكرر هذه المشكلة وقد لا يتوافق المتعامل أو المجتمع المستهدف على ذلك على ما تقوم به لكن تركيز المختبر على الصورة الكبرى دائما يخلينا نبتدع ونبتكر في أساليب تبين لهم من خلال الترميز والتصنيف ليش نحن قاعد نعمل هذه الأشياء ليش ما نقاعد نسوي أشياء اللي هم يبونا أولا فطريقة إعداد الطلبة الملهمين لسوق العمل مثلا واحدة من الطرق اللي انتهجنا في هذه المنهجية كيف نحن اشتغلنا على ما يحتاج الطلبة الملهمين وليس على ما يطلبها الطلبة أنهما يكونون شنو يحصلون وظائف نحن لا نريد فقط طلبة يحصلون على وظائف ولكن نريد طلبة وما عندهم قدرة على التعلم مدى الحياة وذو عقلية تقتنص التحديات وتحولها إلى فرص يكونون صانعي وظائف أكثر منهم طالبي وظائف يكون عندهم قدرة على التعامل مع التحديات وهذا لا يتأتى إلا من خلال تغيير المناهج بشكل عام وتغيير طرق المرة ثانية متابعتنا لنوعية الطلبة الملهمين وكيف نحن نستطيع أن ندعمهم بطريقة غير مباشرة لكي يحققوا الهدف وينتقلوا بمجتمعاتهم ويرتقوا بمجتمعاتهم إذن الإفاءة بعمق الصدمة في المختبرات هو متطلب أساسي إذن الإفاءة بعمق الصدمة في المختبرات هو واحدة من وسائل هندسة الإلهام فإحنا دائما في هندسة الإلهام نحفز الروح والعقل والحواس وأيضا القلب بحيث نصنع الرغبة في التحول والتصور للتحول المطلوب وأيضا الإرادة المتجددة لتحقيق هذا التحول المطلوب هذا هو ما يصنع التحول في طريقة التفكير إذا أردنا أن نصنع طريقة التفكير جديدة نحتاج أن نصنع تحول في الرغبة بشكل واسع ونعمل على العقل ونستخدم أدوات تحفز العقل وتستثيرها وتجعل فضولية الهادفة لديه ونعمل على تحفيز الحواس من خلال التصور للتحول المطلوب وأيضا صناعة الإرادة المتجددة لتحقيق هذا التحول المطلوب التي تصنع الروح وتصنع طريقة تغيير في أو التفكير في المايندسيت طبعا هذا يطلب أن يكون عندنا إحنا اليوم أمثلة ومن الأمثلة التطبيقية لذلك الصدمة في طرق إدارة الأسرة في المستشفيات فكان من المسلمات أن جميع الأطباء في المستشفيات في المستشفيات الكبيرة يقومون دائما بملء استمارات أو أذونات تصريح الخروج المرضى ويتم اكتشاف واحدة من أدوات الصدمة واحدة من أمثلة الصدمة في المختبرات مثلا في طرق إدارة الأسرة في المستشفيات فكان من المسلمات مثلا في دولنا في العالم كله أن الطبيب يجب أن يملأ دائما اللموذج أو استمارة تصريح الخروج المرضى ولكن تم اكتشاف أنه لا يتم الالتزام بهذا الإجراء دائما أو بتفاصيله أو ما تكتب التفاصيل للإجراء لماذا تأخر المريض عن المثلا عن الخروج في الوقت المناسب أو المحدد أو غير ذلك رغم أنه إجراء بديهي ولكن نعتبر صدمة أو وخزة وهذه الوخزة أو الصدمة هي التي شجعت على مراجعة الإجراءات وإعادة طرق إدارة الأسرة في المستشفى مثال آخر لصدمة في نوعية العوائل التي يأتي منها الطلبة الملهمين كامل المتوقع أن الطلبة الملهمية توم من أسر غنية ومتعلمة ومترفة وتكون هي فوق الطبقة الوسطى في حين بيانت البيانات أن معظم الطلبة الملهمين ليسوا من المتفوقين ليسوا من 90% فما فوق ولا ينتمون لأسر غنية وليس بالضرورة يكون آباءهم جامعين فلاحظوا بعد القياسات وهندسة الإلهام بينت لنا أن ترى كثيرا من المسلمات التي نأخذها التي نأخذها دائما نعتبر أنها مسلمات هي ليست من المسلمات وهذا دور هندسة الإلهام وهو يبين في البداية ويصنع الصدمة لنا في المختبرات لكي نتحرك للأمام ونستكشف وتتغير عندنا طريقة التفكير إذن هناك أدوات في هندسة الإلهام لكي نصل إلى هذا المستوى من التفكير ويبدأ بالملاحظة فالملاحظة هي التي تحرك ماذا ماذا نريد أن نعمل في هذا المختبر ما هو هدف هذا المختبر هذه الماذا هذه الماذا تأتي بداية من القمح أو المحقان كما نسميه الذي يستخدم في مرحلة التنبؤ والتطبيق إلى مرحلة الاستدامة والتعميم فتبتدأ الماذا ثم لماذا ثم ما فوائد هذا ثم كيف نصل لهذا وما هي الحواجز وما هي الاتجاهات كلما بدأنا نتسائل بعم ماذا ولماذا أكثر كلما استطعنا أن نبني الأجوبة على النقاط الأربعة المتبقية الفوائد والكيفية والحواجز والاتجاهات تأتي بشكل أوضح كلما دخلنا بعم في الوات والواي فالماذا ولماذا هم الذين يحددون لنا المسارات الحقيقية وهي أهم أدوات هندسة الإلهام طبعا هناك جهود لاستدامة أثر مختبرات الإلهام فالملاحظة بعدها يأتي جمع المعلومات والرب من الملاحظات واستكشاف الفرص أو محاولة استكشاف الفرص في داخلها أو نعمل على الترميز والتصنيف ثم التحديد من خلال التنبؤ والتطبيق ثم الاستدامة والتعميل هذا المجهود كله هو طريق الأساسي لهندسة الإلهام وهذه الجهود هي جهود استدامة لأثر المختبرات فجهود الاستدامة لأثر المختبرات هو عبارة عن خارطة طريق مصممة في هندسة الإلهام بناء على إطار يقوم على التعلم من خلال الممارسة وهي مرتبطة بالإطار الشهير لديفيد كولب في نظرية التعلم التجريبي وهو إطار مترابط مع إطار مرجعي طوره الدكتور بحمد بحجي ويقوم على الملاحظة والاستيعاب ومن ثم الاستنتاج من خلال الترميز والتصنيف إذا من خلال ذلك نستطيع نقول أن الباحثين كولب وبحجي يتلاقون في منهجية إعادة استخدام الاستنتاج اللي هو الرفلكشن ليصنع منها نتيجة واستخلاص آخر وتعبر رسمة القمع هذه الرسمة على الشكل المخروطي عن طريق التفكير رئيسية تساهم في إيجاد الفرص والربق بين الملاحظة الميدانية مما يشكل أداة عملية في مراحل تطبيق المختبرات حيث باستخدام المهارات والصفات سابقة الذكر تقوى المقدرة على تحديد المشكلة وتصنيفها إلى أن يتم التركيز على المشكلة الحقيقية طبعا وهذه يتم من خلال آليات فنراها في الجزء الميداني إذا نستطيع أن نقول أن هناك جهود لاشتدامة أثر المختبرات من خلال هندسة الإلهام فهندسة الإلهام تقوم على الربط ما بين قدرة على الاستكشاف والفرص الأوضح والتي نستكشفها من خلال الفضولية الهادفة وأيضا صناعة التأثير في الإقصال الاجتماعي والصياغة الجديدة لنوع ومستوى الأثر كما ذكرنا سابقا من خلال أدوات تطوير نماذج الأعمال وبالتالي من خلال هندسة الإلهام نستطيع أن نصنع القيمة المضافة أو نؤكد عليها ونصنع قدرات متحررة في نموذج الأعمال ولذلك نقول أن هندسة الإلهام تستطيع أن تنقلنا من بناء القدرات فقط إلى بناء القدرة على التغيير وبناء الكفاءات التي تؤدي في النهاية أن نثبت معادلة القدرة مقابل الطلب وهناك مستويات في العقل في التركيز في الملاحظة ودورها الكبير في هندسة الإلهام فالملاحظات هي من أهم السبل التي تسهم في تكوين صورة واضحة عن التجاهات الحديثة الملاحظة هي الأداة والأساس العلمي على تحديد أي مشكلة مجتمعية أو اقتصادية أو مشاكل حتى فنية وتحديد أهداف السلوك المطلوب تغييره في المجتمع المستهدف فمن خلال الملاحظة نستطيع أن نرفع مستوى تركيز وأيضا نضع مؤشرات للمطلوبة لنجاح أو معالم التي مطلوبة لتحقيق النجاح في المختبرات فطبعا هذه يتطلب نحن دائما نعرف الفرق بين الدقة المتناهية التي هي متناهية في الإصابة التي تكون في المنتصف والدقة التي تكون في خارج المنتصف يعني هذه هي الدقة وهذه هي دقة ولكن هذا يسمونه Accuracy and Precision أما هذا يسمونه Accuracy أما هذا يسمونه Precision ولكن لا يسمونه Accuracy أما هذا يسمونه وأن هنا في نعمل Accuracy ولكن ما فيه Precision يعني فيه توزع في الجهود وما فيه ثبات هنا فيه دقة وثبات هنا فيه ثبات لكن لا يوجد فيه دقة هنا لا يوجد دقة ولا يوجد ثبات أنا أختلف معها إنه لا يوجد دقة لأننا معظمهم كلها خارج كموما فهذه هي مفهوم الملاحظات ودورها في أهدسة الإلهام فمن خلال الملاحظات إذن دقتها نستطيع أن نسهم في رصد أي تفسيرات تحدث على موضوع البحث أو القضية التي نبحث عنها فالملاحظة قد تكون ظاهرة طبيعية وإنسانية أو كلاهما أو ربما تدعيات لمشكلة دقة الملاحظة تبدأ بالحصول على الحقائق والخبرات والمعلومات من واقع المواقف والتصرفات والحالة الراهنة لأن استخدامها في دراسة تسهم في تقدير الموقف ووضع خطة لعملية التدخل فالملاحظات تسهم في الحقيقة برفع موضوعيتنا والتعامل مع الظواهر كما تحدث التلتقائيا في ظروفها الطبيعية دون إخضاعها للضبط العلمي وتسجيل ما يتم التعرف عليه مباشرة دون تحديد الجوانب التي يجب ملاحظتها بالتفكير المنطقي فمن خلال الملاحظة نستطيع أن نرصد بالطرق البديهية البعيدة عن تفكير منطقي لكي نربط وندرس الملاحظات لاحقا فقط بطرق علمية طريقة جمع الملاحظة في صد الهام مهندسة الالهام تساعدنا على الربط بين المعلومات العامة لموضوع المشكلة من خلال مشاركة وتضمن اشتراكنا بالنشاطات والمواقف المراد ملاحظتها فيصبح المشارك فيها يتجاوب مع المواقف ليتعرف على الحقار يمكن أن تكون دقة الملاحظة دون الاشتراك في أي نشاط ويساعد ذلك على التعرف على حقيقة الأشياء دون تأثير خارجي دقة الملاحظة ترتبط بجمع الأدلة فمثلا قد تشمل الملاحظة مدى التعاون المجتمعي أو الصراع الداخلي أو التنافس تتطلب دقة الملاحظة مهارة عالية من حيث إيجاد الرابط بين مواضيع لديها موقف وفقا لمدة زمنية يتم تحديدها للقياس ويتم التعرف من خلالها على مدى التغيير الذي يحدث فالدقة تعني أن نلاحظ بعض المواقف والتصرفات التي تحدث من المستفيدين أو من المجتمع طبعا هناك شروط لدقة الملاحظة السليمة تقوم على النية وسلامة الحواس واليقظة وسرعة البديهية وأيضا مع حسن اختيار موقع الملاحظة وسلامة التقدير والخلو من التحييزات أو من النقد أي تسجيل الملاحظات كما هي في الواقع والإدراك العقلي لاستخلاص معاني لها شأن وأهمية ما تدركها هذه الحواس مستويات التركيز في الملاحظة مهمة جدا في هذه الإلهام لأنها توقض طريقة التفكير لدينا وتستديم هذه اليقظة طبعا لكي نستكشف الفرص في المرحلة الثانية في الملاحظة هي تأسهم في تنمية طريقة التفكير واكتشاف فرص جديدة ولذلك تعتبر في اقتصاد الإلهام الملاحظة تقنية للارتقاء بطريقة التفكير في كل مرحلة من المراحلة وأيضا في المرحلة الأولى نكتفي بالملاحظة البصرية والمؤشرات وفي المرحلة الثانية يتم جمع المعلومات من خلال استبانات ومقابلات وخلافة وتتكرر الملاحظة لهذه البيانات كل فترة فنجد مثلا أن من خلال الملاحظة نصل إلى مرحلة منها الابتعاض والتعرف على الحاجة وأيضا من خلال الملاحظة نستطيع أن نكتشف الفرص التي تعبر عن مرحلة الصعود في الحلقة هذه حلقة حلقة اقتصاد الإلهام لنسميحنا حلقات هذه بحيث أن يكون في مرحلة صعود ونعرف من خلال الملاحظة أن هي ما هي الأسباب النزول في هذه المرحلة ومن ثم نستطيع أن نكرر عملية الملاحظة لكي نصل إلى مستويات أكثر وتطور أكثر في المجتمع المستهدف طبعا مستويات التركيز في الملاحظة تقوم على تعريف الفئة أو المستهدف بناء على المؤسسة أو المجتمع طبعا مستويات الملاحظة تقوم على تعريف الفئة أو المستهدف بناء على المجتمع المستهدف وأيضا الترميز والتصنيف هذا سوف يرفع من مستوى التركيز في الملاحظة ثم إعادة تعريف للمشكلة بناء على قصص النجاح في التصنيف ثم البحث في مقومات قصص النجاح أو الفرص التي سوف تجعل هذه المشكلة هي فرصة للتعلم للآخرين وبالتالي نصل إلى مرحلة التصنيف الدقيق من خلال الملاحظة التي تقوم على التركيز في نية التعلم والتواضع الجم الذي يقوم على الاستعداد التام في نفس التعلم السابق أو ما نسميحنا اللا تعلم قبل وأثناء وبعد الملاحظة لأن الملهم يعرف أن الملاحظة المبنية على المعرفة السابقة هي تحدد قدرته على الملاحظات جديدة ومتجردة فالتركيز يجعلنا أخواني أخواتي نلاحظ بدون تقيد وأحكام مسبقة وبالتالي يمكن استثمار هذه الملاحظة لتكوين فرص ملهمة طبعا كي نتمكن من التركيز يتم في البداية تعريف الفئة المستهدفة ثم التصفي للشوائب من خلال الترميز والتصنيف لما هو ذات أولوية مما يسهل علينا التركيز أكثر على الفئة المستهدفة ومن ثم يتم أخذ الملاحظات مرة أخرى بالتالي في كل مرحلة تحدد المشكلة بشكل أفضل لاحظوا هنا مثلا في أحد المصانع كيف أن الملاحظة وهندسة الإلهام هي حددت لنا المشكلة التي موجودة في تصنيع هذه الأنابيب أنابيب بالمياه وكيف أن الثغرات هي التي أوجدت لنا أين الحل في المشكلة فمثلا حينما قارننا بين الأنابيب التي عليها نقاط سوداء التي هي مرفوضة والأنابيب التي ليس عليها نقاط سوداء بدأنا نلاحظ شيء واحد أيضا أن كل هذه الأنابيب ليس عليها في الفوهة بجانب الفوهة ليس عليها داخل الأنابيب ليس بها نقاط سوداء إذن المشكلة ليست في تصنيع المواد وهذا خلاننا نحييد المواد التي تدخل في صناعة هذه الأنابيب ونجعلها ليست هي المشكلة ونبدأ نركز على شيء آخر ما هو مرتبط في مراحل عملية التصنيع في العملية نفسها فوجدنا أن مثلا القالب هو قد يكون واحد من جزء من العملية القالب هو الأساسي بشكل الأساسي تقريبا شكل لا يقل عن 30% في مراحل التصنيع فالقالب الذي يصنع هذه النوعية من الأنابيب هو يفترض أن ينظف ويوضع في المخزن في مكان نظيف لا يجد فيه مثلا غبار ولا تراب ويغطى ولكن وجدنا أن هذا لا يتم دائما لا يغطى الغالب كله لكن يغطى جزم الغالب أين يغطى الجزم الغالب؟ يغطى فقط فوهة الغالب الغبار ينزل على هذا الغالب ويستخدم ولا ينظف بطريقة سليمة بقاء الغبار هي التي تعمل هذه النقاط السوداء على جسم الأنابيب المصنعة إذن التركيز في الملاحظة ودور هندسة الإلهام يخلص من الثقرات في المشكلة هو بحد ذاته منهج كبير يحلنا مشاكل كثيرة ويفر الملايين سواء من الأموال ولا أيضا يصنع لنا الكثير من الفرص التي هي غير مستكشفة أتوقع أن أقف معكم أخواني خواتي عند هذا الفاصل ونواصل معكم في الجلسة القادمة